الخبر اول يعدنا عن برهوم المعراوي وتنزيل المقطع على قناته الثانية يا حبايب او نقدر نقول اللي هي قناته جديدة لان الاسف يا حبايب مثل ما تعرفون ان برهوم المعراوي لأسف تهكرت قناته فنزل عقادة الثاني اللي هي برهوم بيوتي هذا المقطع يا حبايب رح اضطوكم اياه بالوصف اتمنى من كل يا حبايب ينزل الوصف حاليا يروح يشتركه بقناة برهوم الثانية ويروح يفجر يا حبايب لايكات وكومنتات وطبعا اعلم بهذا الفيديو انه هو يمكن ترجع قناته ان شاء الله يا رب ولكن شوي يحتاج له وقت ومنسوا وقت حاجة قصته شلون هي تهكرت قناته كل كامل فكل يا حبايب يروح ينطيه طاقة ايجابية وفجروا الكومنتات عنده وبس اكتمنوا شو رأيكم بهذا الخبر انتقل حاليا نورمار طبعا مثل ما قلت لكم يا حبايب انه مفاجأة خرافية ماتة رح تكون هي عبارة عن اغنية فنمرز هذا الفيديو على قناة الاعلم بي انه رح تكون عبارة عن اغنية المفاجأة الصادمة وصراحة حسب وصف انه رح تكون الاغنية كلش نارية ورهيبة ورح تنزلنا تقريبا بعد يومين وبالضبط طوال ان نزل هو البرومو من فيديو كليب رح توقعوني يشوفوه وبالضافة نزل هذول الصورتين انه عالمها نقدر نقول هم صور دعاية للكليب نروح حاليا البيسان تيكت والتهاجم المتابين عليها واتهامة انه هي تكفر بالله صب تنزل هذي التكتوك يا حبايب اللي كان واحدة من الاغاني التركية وهذه الاغنية التركية حسب ما طلعت الترجمة منها يا حبايب والاغلب طلعت ترجمة منها شات هي اغنية تكفر بالله وشيتم سبب زا 18 وشي هي تندسو عليها تكتوك فهو هي كومنتات يا حبايب جديها انو الكومنتات او الاغنية عبارة عن سب والاغنية عبارة عن كفر فكرة حباب الكومنتات ستحقتها تجب تعرضت له او لا ننتقل حاليا الاشياءات اللي طلعت انا صال للمالح انو هي تحجبت تنزيل هذي الصورة يا حبايب اللي كانت لبس الحجاب وكاتب عليها جمعة مباركة ولكن لا يا حبايب هي مجرد لبسة الحجاب لان بيوم الجمعة فهي ممكن شكلة تصلي بقبل الله من عدها ولا كيما تحجبت وكتبنا بالكومنتات شكلة احلى بالحجاب او لا وروحها لي الى احمد ابن رب وختم وضع خطوبة مالتي يا حبايب واخيرا تنزيل هذا المقطع للتيك توك هذا المقطع هو كان من داخل حفلة الخطوبة وكان يلبسها الخاتم مثل ماذا تشوفون يا حبايب روحها لي الانتشايب يا حبايب تنزيل هذا المقطع اللي هو انو عن معيونه تشادي سيبتشو شان كاتب عليه اقوى حب وفي الاخر بتحكي لي ما ابثي نصيب يقصد على بيسان ولكن بنهاد الفيديو يا حبايب بيسان تطلع بهذا الفيديو وتكتشف انهم ما زالوا بملاقة حوبي يعني بصارك وشبياناتهم وطبعا نضيبهم البعض ان شاء الله يزوجوهم مثل هم مثل احمد ابو الرب وروحها لي الان نور السر يا حبايب تنزيل هذا الاستوري كاتب بي في كثير اشياء اتغيرت بحياتي متحمسة تشوفوها بعد نزلت هذا الاستوري كتب 30 ساعة بدون انترنت حسيت شي صارت بعد نزلت هذا الاستوري تقول فيديو اليوتيوب القادم صادم وفي الاستوري الاخير يا حبايب نزلت هذا الاستوري تبارك بي لأحمد ابو الرب الخطبه مالت رح توكو من الاستوري يشوفوه حبب بارك لأحمد وصبا طبعا الصبا بتاعي في ادى بحبك انا اي لوفيو سو ماج و انا كتير مبسوطة اليك يعني هيك الفيديو كتير كيوت هلأكت عم بحضره الف 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 مبروك و اي كانت ويت للعرس صراحة و لا اشوفيك و لا وصولوا حبايب نفس الى مقطع اتجابكم ونسوه يفجروا هزا مقطع بلايكات و بس اتشتركوا في الاسجاب القاتم اكتل قصص احبكم و مع السلامة